أهلا بحضر لكم مرة ثانية في الرئيس المنتهي ده جدو النهاردة بعد ماتش ناس أهلوية كتير يعني قالك كان لازم القرار بتاع الشباب ده يتخذ بدري شوية أنت مع الكلام ده ولا شايف ان ده التوقيت المناسب لا أكيد طبعا التوقيت المناسب ده أميدو في الأول كان فيه سباق بينك وبين الزمالك على الدوري لكن ما كانش ينفع ان انت تحط أي لعبة جديدة أو لعبة صغيرة في الوقت ده لان انت كنت تحرقهم بشكل كبير جدا لكن بعد قرار كابتن خطيب ودلوقتي خلاص ضغوطة شادت من على الفريق كله مع الجزء فان حتى الجمهور كمان بدأ بارتياح بسبب خطاب أو قرارات الكابتن خطيب الأخيرة انه بسرعة كان قرارات في وقتها جدا ميدو وأهمها ان قالك ان اعترف ان فيه مشكلة وده أهم حاجة في الطريق الإصلاح ان انت تعترف ان فيه مشكلة وتعترف بيها وان انت تدور على حلول لها هو بدأ بفعلا قالك احنا بندور لحلول الموسم اللي جاي وبدأ من دلوقتي ان هو بريح اللعيب اللي كانت مجادة جدا عشان الموسم اللي جاي من دلوقتي كان ممكن لا يقولك انا اكمل في الدورة ويعمل بس في النهاية نادي الزمالك شكله وقلاص ناوي ان هو على الدوري السنادي مش هيفرط فيه ومشي معهم يعني كسب اخر اربع مبارات مبارات صعبة جدا فنازمك بنسبة 90% حسن بطولة الدوري فبالتالي نادي الأهلي ما كبرش ان هو هيكمل في البطولة فريح اللعيب قدهم فترة كبيرة بسبب اللاجهات اللي كانوا بيعانوه استعداد الموسم اللي قادم وود للراجل فرصة لتقييم اللعيب اللي موجودة ويشوف يحتاج من السنة الجاية من اللعيب اللي موجود دلوقتي ويشوف الصفقات اللي يقدر يدفها بشكل كبير للموسم اللي جاي لو دي فرصة كمان للمدارب نوعي قايم اللعيب بالزبط اللي موجود دلوقتي انت محتاج منه فرصة نوعي قاوم بريستاوي قايم بمحمود مع محمود بالزبط كان رم ربيعة اللعيب اللي عليها على ما تستفهم يديها فرصة ويشوفها لو أثبت نفسها كاملة وما أثبتتش تشوف في حتة تانية فأعتقد قرار الكابتن خطيب كان في وقته والدفع بالنشئين النادي الأهلي ده التوقيت الصح بالنسبة لهم يعني وان انت شفت النهار اللعيب دي لو كانت نزلت بدري شوية في وسط الضغوط والعصبية اللي كانت موجودة والمشارات الصعبة اللي كانت موجودة ما كنتش هتقدي بالشكل اللي قدت بيه النهاردة مهم جدا لما تتلعب عارف صغير أو ناشئ صغير أو اللعيب لسه جديد تختار التقوية ان انت تدفع بيه النهاردة سيد غريب لو خلاص لو خد ثقة خلاص ان هو مماشي اللي جاء ممكن يلعب ويسجل برضه النهاردة اللي باكرت أحمد محمد أشرف قد بشكل كويس جدا برضه النهاردة فأعتقد توقيت مثالي من من جهاز الفن ان هو يدفع بالناشئين أو اللعبة للشباب في الوقت ده اشتركوا في القناة